مرحبا طائد فرج جديد بتهدف لتخفيف العباء عن موظفي القطاع العام وبتتمثل بمساعدة اجتماعية لموظفي وأجراء الإدارات العامة الأجهزة العسكرية والأمنية القضاة والسلك التعليمي بمختلف فئاته الابتداء والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقنية بالإضافة إلى المتقاعدين يلي عم يستفيدوا من معاش تقاعده أرسل وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازة وزنة إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم للحصول على موافقة استثنائية لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرا لبنانية تساوي أساس راتب شهر واحد وتدفع على دفعتين متساويتين وتصدد من اعتمادات وزارة المالية للعام 2022 وذلك كمساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام وللإضاءة على هذه القضية نضم إلينا عبر سكايب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إذن دكتور كيف تقرأ سلفة 600 مليار ليرا لدعم موظفي القطاع العام وكيف ستترجم على أرض الواقع الحقيقة أنا أول شي بدي أقول أني بتشكر وسيل المالي اللي هو سليل حركة المحرومين عم بيقوم دايما بمبادرات قبل منها قام بمبادرة من أجل تعديل بدل النقل وجعلوا 24 ألف ليرا بدل 8000 وأخذ طريقه إلى التنفيذ طبعا بحاجة لبعض الأمور القانونية ونحن من يومين كنا عنده وبحثنا هالموضوع واليوم كرر شكري إله بهالمشروع المرسوم الاستثنائي اللي صار بديوان رئاسة مجلس الوزراء واللي بيشمل مثل ما قالنا موظفي القطاع العام الأسلاك المسكرية المتقاعدين القطاع التعليمي كله والمتقاعدين اللي بياخدوا معايش التقاعدة والقضاة إنما أنا كنت بتمنى أنه كمان يشمل أسازة الجامعة اللبنانية يشمل موظفي البلديات يشمل المستشفيات الحكومية عمال الفطورة وغب الطلب دكتور الأسمر يعني من خلال أجتماعاتكم ما أو كأتحاد عمالي عام هل تتوقع أن يكون موضوع تصحيح الرواتب والأجور إلو هل أولوية بالمدى المنظور؟ الحقيقة أنا على اتصال دائم كنت هاليومين مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير الشئير وفيه فيني يقول أنه فيه حدود دنيا للتعاون بيننا وبين الهيئات الاقتصادية فيه اتفاق على إعادة دراسة الأجر خليني يسميه إن الحد الأدنى للأجور أو شطور الأجر وفيه اتفاق كمان على ملحقات الأجر يعني بدل النقل المدارس التعويضات العائلية وما إلى ذلك من ملحقات الأجر أنا أشكرك رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يمكن لحكومة تصريف الأعمال أنه تقوم بخطوات مثل هذه الخطوة تتنقذ المواطن يلي عم بعاني الأمران وهلأ أعود لمتابعة ناشط الأخبار ترجمة نانسي قنقر